اشتركوا في القناة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزمة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طهى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بيا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم لربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم منهم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسنية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحاة الدنيا ذلك مبنغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا في الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله الكاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتبحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله وعبدوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر